السلام عليكم أخوتي وشاركوهم لعباس بخير يخشتو العنوان انا يا مصباح وما يكتبو لي في كومنتير شوف ان الله صح شوف ان الله صح حوز ما نكذبش عليكم ما لقيتش اخونا هذا في الانستغرام اللي راكو تشوفو فيه يوسف شكرا بزاب 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 لان هو اللي بعتلي الرابط هذا كما راكو تشوفو يعني هو اللي يبحث ماشي انا اللي يبحث أنا راني نقدم ملكم برقة اللي يهدر عليها راني نهدرت ما تشكرون ايشان نشكره هو من فضلكم هاكذا خوتي فلي كومنتير ما تقولوا ليش شكرا عمو ايشان قولوا له شكرا يوسف المهم دون بالون هادية رجعت موجددا بالاخبار تاحها هادية اللي ما نكونوش قعنس فيها كمارياض محرز ريال مادريد واسمه عيسى مندي برشالونا دكارة هي خرجتنا دكارة رامي بن سبعيني خوتي ياخي لابالكم باللي انا نشك فيها بصحوها انما الخبر هادا يا فرحني ياخو نتمنى وما تكدبش هاد الاختراه هذا ما كان نتمنى وبللي ما تكدبش هاد الاختراه نتمنى يكون صح مالقري انا نشك فيها بصح تانموالي كده راني متمنى يكون صح كماركو تشوفو الدون بالون هادية هايليك الجاردة العنوان التاحة يقول عودة الدوري الالماني ويطلب زيدا متابعة هذا اللاعب عن كاتب يعني قصده هنا يا لاعي على اسمه بن سبعيني قالك واخيرا ستستأنف للمسابقات هذا السبت بعد شهرين بدون كورة قدم ووسيكون الدوري الاول لدي يرفع السيطار هو الدوري الالماني انا يترجمت باسم بها حتى يفهمها ما يعني راح نفهمكم كلش لانصحبه ذكاره راقد كتبت له مارد شعليا بزع ما باش يترجملي يقول لك ووسيكون الدوري الالماني الذي يرفع السيطار هو الدوري الالماني هو اللي يرفع السيطار نقاط ما تهمش ستتم متابعة مبارياتهم أكثر من المعتاد وستعمل الاندية على تحليل جميع اللاعبين الذين يحدثون العجائب يعني اللاعبين المهاريين الاندية دقها مدام قصدهم مدام الاندية دقها واسمها الدوري الألماني راه بدا والاندية الأخرين ما زال ما بدوش عندهم الوقت باش يشوفوا يعسوا اللاعبين وهنايا علاش يقول لك وهنايا كما راكوا يشوفوا الهنايد ذكروا بعض الأسماء كما قلوا لي خرجت كما دينبيلي وقد خرجوا بزاف لاعبين من اللاعبين كما دي بروين وقد خرجوا بزاف لاعبين من اللاعبين من اللاعبين اللاعبين يا أخوتي تصدر لاعبين مش هي اللي كما فرنسا يزيدوا في فرنسا ويكبروا في فرنسا مدرسة كما قلوا فرنسا كما قلوا أكاديمية تخرج اللاعبين بالصح اللاعبين وش عندها تجيب اللاعبين تشري اللاعبين بعشرات ملايين خمس ملايين من فرنسا مبارتو اللاعبين راهي تربح من فرنسا أكثر من اللي راهي تربح فرنسا من اللاعبين هذه قاعدة أبالكم بها قليل أعطوني لاعب من فرنسا تباع بسومات كبار لو كان ما رايش من فرنسا للالمان ومن لالمان بشيرو حكي ما دين بيلي شحال راح للوسمو البوليس يدرتمو شحال عشر عشرين شحال باعو باعو بمية وعشرين لالالمان راهي تستفاد الدراهم في اللاعبين كتر من اللي راهي تستفاد منهم فرنسا هكذا باش نتفاهموا ويحكوا لي كيما هولاند هدايا اللي هضرت عليه تانيك اليوم في الفيديو اللي قبل هدايا واللعبين اللي ما زالوا وراهم يعسوا فيهم قل لك ليس عليهم جميعا أن يكونوا وعودا شابة قل لك لأنه على سبيل المثال هنا يتذكر رامي بن سبعين على سبيل المثال رامي بن سبعين الذي أثبت نفسه كأحد الأعمدة بوريسيا من شنغلاطباخ قل لك بعد وصوله الصيف الماضي تم دفع تمانية ملايين يورو له من قبل رين من رين أعطاه شراوه بثمان ملايين قل لك على الرغم من أنه كلفته حفرة في البداية يعني حفرة حبوا يقزوا فاراغ هكذا حفرة في البداية بسبب مشاكلي الجسادية لان على باالكم من السبعين fta حيث دعه هنبوتةattan إلى الزايرة ومن بطولة في الزاير أن البطولة فتح الحياة كان ثم ب رامي بن سبعيني سوف يتطور بشكل كبير سوف يتطور بدنيا كل شي يرجع واقف قال لك في بداية بسبب مشاكله الجسادية والمنافسة في منصيبه كانت عنده منافسة بشي يدي بلاستو كين واحد بلاستو قال لك ولكن منذ أن فعل ذلك يعني منذ أن فعل عود سقم روحه وجبل يقل بدنيته عود حكم بلاستو قال لك لم يتمكن أحد من إخراجه من هناك يعني من بلاستو يعني يرجع أساسي هو وده بلاستو مكيش اللي يديله بلاستو قال لك بعد الآن لقد لعب 18 مباراة هذه الصحيفة خرجت عندها شحار 5 سوية ولا 6 سوية العلم عند الله قال لك لقد لعب 18 مباراة هذا الموسم حيث سجل عددا مدهيلا من أربعة أهداف راهو زاد ماركة اليوم تسمى خمسة قال لك ووزع مساعدتين مساعدتين يعني 2 تمريرات حاسيمة وزاد مر اليوم بوحدة 3 بصحراني شتانة في الإحصائيات لقيت ربعة أهداف والتمريرات وحدة يعني يقول لك العلم عند الله بعد نزيد نتأكد من الموضوع عن الإحصائيات هذه ونحط لكم في البوصل الإحصائيات الحقيقية غد وإن شاء الله على كل حال قال لك حيث سجل عددا وراني رقم يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا الجاري دون بانوش راهي تحكي لأنه ظاهير أيصر كما قلت لكم قلت لكم في الفيديو اللي فات قلت لكم بأنه ظاهير أيصر بصح عنده أرقام مليحة يعني أرقام روعة أو يعني مكسب هذا المنتخب الوطني ومليح اللي راح للعلمان ويوسف عطال له كان راح للعلمان خير أنا أقول لكم يوسف عطال له كان راح للعلمان وزاد تبت مع بوريسيا دورتمون ولو كان يروح بـ 80 مليون فرنسا هذيك ما تبيعش سوما تملاح أبعتوا للعلمان وشوف للعلمان كيفاش يشحطه لي يقدمي الشحطه بـ 80 مليون فرنسا هذيك قال لكم الظاهير أيصر قوي للغاية دفاعيا قال لكم لأنه ظاهير أيصر قوي للغاية دفاعيا ولكن لديه أيضا الكثير من الإسقاط الهجومي يعني قال لكم الظاهير أيصر هو دفاعيا قوي جدا للغاية ويخدم تانيك في العطاق وهذا راكوا يشوفوا الأهداف والأسيستات في الماتش اللي لعبوه مع بوريسيا دورتمون في الشحوط الأول وش قلت لكم؟ قلت لكم مرامي بن سبعيني لعب عطاقون كتر من اللي زاطاقون لعب عطاقون كتر من اللي زاطاقون وهدد المرمى تع بوريسيا دورتمون كتر من اللي يهددها المهاجم هادي باش نهضروا عليها باش نعودوا نقولوا لها هنا يا قلت كما لفت اللاعب الدولي الجزائري اهتمام أنتر ميلان قلت لك أو وأولمبيك مارساي في حديقة بوريسيا قلت لك قاموا بفرق أيديهم معنى يعني راحوا عينوه راحوا راحوا لبوريسيا وعينوه باش يعينوه رمي عسوا فيه قلت لك طلعوا ويتبعوا فيه راحوا لاصطاد كما قلوه مكتشفين راحوا لاصطاد يعينوه واسموا الانتر ميلان قلت لك وأولمبيك مارساي أولمبيك مارساي انتو مكان في فرنسا محاوستوش على هدو كاراكي كي ستطلع سومة عوجين تحوز غير ريحوا قلت لك وسالعوا بتسعيره 25 مليون مكتوبة 25 كيلو هذه دايما بسبن يوليا كيلو يعني 25 مليون قصدهم يعني يعطاوه فيه 25 مليون قلت لك زين الدين زيدان الذي يعرفه بالفعل منذ وقته في الدور الفرنسي قلت لك طالبه من ريال مادريد عدم إغفاله يعني ما تغفلوش علوه قلهم عسوا هذا الجوار عسوا قلت لك هذه الجاردة وان شاء الله هذه الخطرات تفاجأني وتفاجأ الجامعة ان شاء الله بحول الله عز وجل قلت لك هذه الأسابيع عندما لا يكون هناك أي شيء آخر للقيام به يعني هذا اليوم الليكلوب اللي مراهم كما قولوا رام حابسين قاع غير لارمان اللي راه يتلعب قلت لك سوف ينتج تقريرا نهائيا قلت لك يعني دقي عسوه ومبعد يخرج التقرير نهائي اللي يعطوه الزيدان على بن سبعيني خوطي بن سبعيني انا راه عاجبني بزاف وقلت لكم انا عطال وكان يروح للانمان خير لانمان تشريم فرنسا باطل وتبيع تربح فيهم تريبل شوفوا هولاند هاداك راه شلاوه شلاوه البوريسيا ودرتمون شحش هلاتوا شلاتوا من لوتريش ب 20 مليون مع انه في لوتريش كان ماركي مع البريش 30 بيت في نص سيزون وحده 30 بيت ماركيها باعوهولهم ب 20 مليون بلد كالسومة التسويقية كما اتركت لكم راه 72 مليون اورو يعني لا بحين فيه مش التريبل لا بحين فيه العجب اللانمان اللي حبي يتباع اكتر ويحبي ينجح ويحبي يتطور كما قولوا يروح للانمان يتطور تم سورته الشابة بالصغر هادو كما عطال كما يروح للانمان الانمان تم يتطرق يزيدوا يفورمي وهمليح ويشحطوهم المعشية لقرب يبيع للانجليزي يبيعوا ويتهر يبيعوا ispania voralec نتمنى الخير لبن سبعيني وبن سبعيني يسهل تانيك لان انا في المشاهدة بوريسيا دورتموني اخي قلت لكم خلعني الله يبارك على كل حال الله يبعد عليه العين قلت لكم بل بن سبعيني خلعني يعني واحدة التيقة اللي رجعت فيه كي يحكم بارون تحسب اللي يراه كونفيون كي يلعب تحسب اللي باستاء وتيكنيك يرجع كي ترى الماتش اليوم من جهته كانت مية تاقع كي خرج هو ماركة والهم بيت كان غالقها هذيك الجهاز سواء في لاطاك سواء في لاطاك سواء في لاطاك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك ونتمنى ولو غير الخير ونحط لكم وحقة تعزيدان هذي قال لك يعرفوا شفت واحد الجاردة كي كنت نحوص نخلي لكم الرابط تانيك على بيركم بها بن سبعيني كي كان ذاكوان صراح لدوبي وتلاقى معا زيدان في دوبي وخمس معاه قال لهم يتمنا زيدان يشوفني كلاعب يعني يتمنا يعزني يشوفني يشوفني كي يلعب بشر شر برامي بن سبعيني يمتمنى يروح الرية المادري أسكو دون بانون خدات الفكرة هذي من القارر هدا لجاردة هذي اللي خرجت عندها وقت شهر ولا شهرين من اللي خرجت الجاردة هذي اللي تذكر على بن سبعيني تلاقى معها زيدان أسكو خداتل منطق ما يجب وتنطق في الإشاعات من اللي زيدان رواي عز فيه لأن بن سبعيني يتمنا انه زيدان يشوفوا دون بالون هذي كما قلت لكم العلم عند الله ولكن نتمنى والخير خوتي ما نطوش عليكم تصبحوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته